هاختب بجملة واحد ارجو من الحكم والحكم ده اللي هو السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس الوزراء وعضاء الحكومة الاجهزة الامنية كل حاجة ان يكون العام القادم نسميه كده عام المواطن الرئيس سيسي كان وعدنا ان في يونيو 2020 30 يونيو 2020 مصر دي اتبقى حاجة تانية تم تأجيل الافتتاحات للعام القادم بسبب كورونا انا عايز الحكومة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ورأي مواطن محب للبلد دي والاستقرارها تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي بتنغس على المواطن عشته اليومين شوف انا ذكرتلك لحكومة وكدولة وكرئيس جمهورية انجزاتك لان انا جاي هنا يعلم الله انا جاي اقول كلمة الحق اللي انا مقتنع بها لا حد طلبها مني ولا انا جاي اقول لك يا مواطن اللي بيرضيك بس انا بقول لك اللي ليه كل عليك وانت عارف رأيش فها بقول الدولة عملت ايه ومن حق المواطن ايه بقول لازم نسمع بعضه كلنا اخوان فعلا تعالوا ندور ايه الحاجات اللي بتنغس عيشت المواطن وتقدروا ونبتع نشوفها نعمل على حلها مش مشكل يعني ارتفاع اسعار الغاز الفترة اللي فاتت مدايقة ناس كتيرة نسمعها ايه طب نوجد سياق ايه طب نرحل طب نقصد عادي حواري اخوانا انا لو انا اه في جهاز الاعلام اتابع لمجلس الوزر بتابع كل البرامج والقنوات الفضائية في الراديو وفي الازاعة والتلفزيون والمواطنين داخلين يسرخوا من ارتفاع الغاز مقفلش المحطة لا دي مشكلة عند المواطن انا هنا جاي بختم المواطن تعال يا مواطن نبدأ نحل مش عيب 6 شهر اللي فاتوا فاتر الكهرابا قتلنا بس انا مكنش باشتغل انا قعدت بسبب كورونا بفقطاع السياحة نحل لها ازاي نقعد نتكلم برلمان بقى يشتغل نقابات تشتغل اعلام يشتغل خلينا نبدأ ونضيف وهذه ليست بداية من الصفر بالعكس بقلب مطمئن انا بقولك ان هذه الدولة حققت انجازات حقيقية عندنا مشكلة مشكلة في ايصال صوت المواطن للدولة وانا عددت التلات منافس يبقى حاجة دايما بقولها بقولها دايما في كل برامج وحلقاتي ارجو ايضا فتح منافس الحرية شوية كنا احنا مستوعبين دا في اول تلات سنين بعد صورة يونيو في ارهاب وكلام دا وده لا كان فيه مشروع المؤتمر الاول لشباب اللي عقدوا الساد رئيس الجمهورية وتشكيل لاجنة برئاسة الكاتب الدكتور اسامة الغزالي حرب للافراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا على زم القضايا احنا عايزين الحاجات دي تحصل عايز افراج عن شباب افراج عن شباب افراج عن شباب طالما لايو هدد الامن القوم للدولة المصرية اعمل انفراجة كده في الشارع انا حابسهم ليه اطلحوا عادي جرى ده مؤخرا يعني كام شخصية طلعت افتكر دكتور حسن نفع افتكر الزميل عدل صبر الصحف يعني لا تحضرني اسماء كاملة لكن انا عايز ده يستمر يعني ايه اللي معطل الدنيا نقعد كده الامن مع كافة الاجهزة المعنية ونعمل انفراجة ليه المشروع ده تعطل خلي بالك مش عبد الفتاح السيسي بيجي يقول لهم الصبح لا انا مش عايز الليلة تطلع ابدا تقرير امنية بقى واجهزة ده يقول لا ده يقول اه حاجات بهذا الشكل نحن دايما بقول زي ما انا بوجه رسالة للمواطن احنا كلنا في سفينة واحدة يتطلع بينا كلنا يتطلع بينا كلنا ما فيش فرصة للغراء حجم التحدي كبير اه علينا ان لا نعطي مساحات او مسام للاعلام المعادي للدولة المصرية ان ينفذ داخل الجسد المصري يا دولة رممي المنافس هم لعبوا على حاجة واحدة قانون التصالها وشفت والدولة بتهد بيتك وبتهد الجامعة طيب احنا كنا بعطنا القرار ده بس للبرلمان والبرلمان نزل سأل سلطة تشرعية يقدر حد يفتح بقه انا امثل المواطن وامثل الشعب ويتعمل حوار حقيقي تحت القبة ويتراح لرئيس الوزراء ويوقع عليه خلص الموضوع افلت الباب بتضبع المفتاح حاجات بسيطة بالمناسبة لكن تحتاج ارادة سياسية حفظ الله مصر شعبا وجيشا ونيلا من كل سوء ارجو ان يتقبل المواطن الكريم رسالتي هذه بلدي وبلدك ولن نخربها وانا قلت لك كل حاجة بما يرضي الله كلمتك على حريات وبطالب بالافراج على السجناء كلمت على حريات في الاعلام بطالب فيها كلمت بصوتك وقلت انا عايز البرلمان يمثلني كمواطن كلمت عن نقابات اتكلمت على الاعلام انت كده خدت حقك معي والدولة ايضا لها انجازات بس انا بقول لها يا دولة انت اللي بتدير المشهن عايزين نزبطه لان حجم اللي انا شفته اليومين اللي فاته انا قاعد بقى يعني اجارك اجارك الله في البيت ما بردش على التلفون واعد عمال اتفرج على قنوات المعادية ايه ده يانا عريس ويت ايه ده ربما ما كدش باشوفه قبل كده يخرب بيوكه يخرب بيوكه ده يعني ده كانوا يخليني انزل بالشورت والتيشيرت وانزل اعمل ثورة في الشارع يعني عمال يلعب في اتباقي في ايه يا اخوان هو لا مش عاد في البلد دي ولا ايه يعني ايه عندي مشاكل ما العالم كله في مشاكل هل تتخيل هل تتخيل اسمع الجملة دي تتخيل ان دولة الكويت الغنية يتراجع تصنفها لاقتماني درقتين النهاردة ايه الكويت ربنا طبعا يكون معاهم لانهم زعلوا مني المرة اللي فاتت لما انا قلت تصريح وزير المالية الكويتي اللي هو مش هندفع مرتبات كمان شهرين زعلوا مني وش هيروا الفيديو وازاي واعلامي مصري يتدخل انا مش بتدخل لما اقصر ده اخبار انتو بتقولوه النهاردة كل وكالات الانباء بتعلن تراجع تصنيف الاقتماني للكويت درقتين هل معنى كده الكويت فليست لا طبعا بس انت لو كان معاك مليار دولار بقى تمنمية عند مليار دولار بتاخد درجة عند تمنمية بتاخد درجة فيمتني تعالى للدولة المصرية الشهادات الدولية بتقولك لا تصنيفك الاقتماني سابت رغم اسم الكورونا المؤسسات الدولية بتقولك الدولة الوحيدة اللي هتحقق نموه ايجابي هو الدولة المصرية هيجي ازاي بحاجتين التصنيع التصدير التصنيع التصدير التصنيع التصدير هطلع فاصل القصير نبقى لبقى شوية شاي لان اتكلمت كتير وهعلق بقى على اجتماع او المؤتمر المهم اللي عمله المحترم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النهاردة اشتركوا في القناة